اهلا بكم مع اخبار الرياضة انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت فريقي البقعة واتحاد الرمثة على ملعب البتراء ضمن ختام منافسات مرحلة ذهب بدور المحترفين لكرة القدم وحقق البقعة الفوز على اتحاد الرمثة بهدفين مقابل هدف واحد وبهذا الفوز رفع البقعة رصيده إلى سبع نقاط بينما بقي رصيد اتحاد الرمثة ثلاث نقاط واصل فريق الصريح تحقيق الانتصارات في دور المحترفين بتجاوزه فريق الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما امس على استاد الملك عبدالله هذا وتختتم مرحلة ذهب الدوري يوم غد السبت بلقاءين يجمع الاول الفيصلي مع الاهلي على استاد الملك عبدالله حيث يسعى الفيصلي لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تراجع نتائجه خلال الاسابيع الماضيع بينما يجمع لقاء الاخر المنشية مع ذات راس على استاد الامير محمد انطلقت اليوم تصفية المنتخبات الوطنية للكرتيل الرجال والسيدات والناشئين والشباب وتحت سن واحد وعشرين عاما وستقام المنافسات في قاعة الامير راشد لرياضات الدفاع عن النفس وتختتم يوم غد السبت وتشهد التصفية مشاركة 238 لاعبا ولاعبة يمثلون عددا من مراكز اللعبة المتواجدة في المملكة يحل فريق ريال مدريد ضيفا على فريق المريا الليلة في افتتاح المرحلة الخامسة عشر من الدور الإسباني في مباراته المحلية الأخيرة لهذا العام قبل السفر إلى المغرب لخوض كأس العالم للأندية وآيس عمنادي الملكي المتصدر في هذا اللقاء إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق فوزه العشرين على التوالي في جميع المسابقات ونجح ريال في المرحلة السابقة في تحطيم الرقم القياسي المحلي من حيث عدد الانتصارات المتتالية في جميع المسابقات والمسجل باسم غريمه برشلونة بتجاوزه فريق لودوغوريتس البولغاري أكد الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي أن الويلزي أرون رامسي سيغيب عن مباراة الفريق أمام نيو كاسل يونايتد غدا السبت في الجولة الخامسة عشر من الدور الإنجليزي الممتاز وأشار فنجر أن رامسي يعاني من إصابة في أوتار الركبة وسيغيب عن صفوف الفريق حتى بداية العام الجديد وسيغيب عن اللقاء أيضا الفرنسي لوران كوسيليني والإسباني ناتشو مونيريال الجدير بالذكر أن أرسنال يتساوى مع نيو كاسل يونايتد برصيد 23 نقطة مع تفوق الفريق اللندني بفارق الأهداف شكرا